السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى الآية التي أسأل عنها كثيرا وكثبنا لها التحتار يا أستاذ ما تفسيرها قرأنا تفسيرها لعل اليوم أذكر لك ما صح من المفسرين طبعا أغلب المفسرين عندما يفسرون يذكرون كثيرا من الإسرائيليات ويذكرون كثيرا من القصص بعضها متواتر وبعضها بسند وبعضها عن ابن عباس وبعضها عن قتادة لكن سأحضر لك المجمل بحيث يعني سأخرج لك ما ذكر في أغلب كتب التفسير الله عز وجل قال واتبعوا أي بني إسرائيل واليهود الكلام ليس المتصلا على الذي قبل لحنا قلنا ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم هؤلاء اليهود فالله عز وجل يخبرنا أن الله سبحانه وتعالى يقول أن هؤلاء اليهود اتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان واتبعوا هؤلاء واتهموا سليمان باتهام سليمان منه براء بل اتبعوا ما بثته الشياطين ماذا بثت الشياطين سليمان عليه السلام كان يجعل الجن تغوص في البحر يخرجون له ما يشاء من تماثيلة ويصنعون له يخرجون اللؤلؤ والمرجان ويصنعون له ما يشاء من تماثيلة وجفان كالجواب وقدور الراسيات كان يسخر الجن بقدرة الله عز وجل والملك الذي أعطاه إياه فمر من المرات وقف ينظر إليهم وهماسك لعصاء وجعل الجن يعني مسخرين بأعمال مهانة يحفرون ويدقون الحجر ويصنعون ويبنون وهو ينظر إليهم فجعله الله يموت وهو ناظر إليهم ومكث ميتا وقتا طويلا ولم يدلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما آخر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين كما ذكر الله عز وجل على الله يكرمنا ونصل إلى صورة النمل ونذكر القصة المهم فشياطين طهرت بين الناس أنه أصلا سليمان ما حكم الناس إلا بالسحر ليس أن الله أعطاه ملكا أو سخر له الجن وجعل له قوة ومهابة عليهم لا كان يعاملهم بالسحر فاتبعوا اليهود قول الشياطين وجعلوا سليمان يتعامل بالسحر حاشاه وهو نبي كريم وما كفر سليمان سليمان نبي كريم ولكن الشياطين كفروا وكذبوا واليهود والنصارى يعني ما شاء الله أول من يصدق الشياطين ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ويقولون هكذا سيطر سليمان هكذا فعل سليمان وما أنزل على الملكين بباب لهاروت وماروت الآن فهمتنا القصة الأولى اللي هو لما الشياطين اتهمت سليمان بالسحر كان هناك ملكان الله عز وجل أراد أن يجعلهما فتنة كما ذكر كثيرا في كتب التفسير أنهما قال يا ربي انظر إلى بني آدم كيف يعصوناك وأنت خلقتهم وكرمتهم والله لو كنا مكانهم لما عصيناك ولما فعلنا ما يفعلون فقال الله أنا أدرى بهم ولو كنتم مكانهم لفعلتم مثلا فقالوا أبدا لن نعصيك فالله عز وجل جعل فيهم شهوة بني آدم وأنزلهم إلى الأرض ونهاهم عن الزنا وعن الخمور وعن المعاصي وعن أي شيء فنزل فوقع في مثل ما يقع به الناس من بني آدم قيل أن امرأة أتت فروداها عن نفسها والله عز وجل جعلهما يعرفان السحر ولكن أخبرهما أن لا يعلمان أحدا حتى يحذراه ويقولان أن هذا كفر فلا تتعلم فوقعا في الزنا وعلما الناس السحر ووقعا في الذنوب فقيل أن الله عز وجل جعلهما يعذبان في الدنيا إلى يوم القيامة على قولي البغوي وابن جرير وكثير من التفاسير أنهما بعد أن وقع أن امرأة أتت إليهما ورأت هما يصعدان إلى السماء وينزلان فراوداها عن نفسها فقالت لا أمكنكما من نفسي حتى تخبراني بالاسم الأعظم الذي تصعدان به إلى السماء فأخبراها فصعدت إلى السماء فموسيخت كوكب الزهرة هذا ذكر ولكنه بسند من الإسرائيليات هذا الكلام تجده مكتوب في كتب التفاسر على أنها مسيخت كوكب الزهرة أما هذين الملكين فكان يعلمان الناس السحر وأي أحد يأتي إليهما يقول لا لهما يقول لا لهم إنما نحن فتنة فلا تكفر السحر هذا كفر فيتعلمون منهما كيف يفرقون بين المرء وزوجه والله عز وجل يقول السحر موجود وهناك من يتعامل بالسحر لكنه لا يستطيع أن يضرك إلا أن يشاء الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم هؤلاء الذين يذهبون ويتعلمون السحر عند الكهنة عند المشعوذين عند الجن عند الشياطين لا يتعلمون إلا ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا هم يعلمون سواء هذا هاروت وماروت وسواء الشياطين وسواء الجن الذين يعملون في السحر وسواء المشعوذين أنه لمن اشتره لمن أخذه لمن تعاطاه لمن عمل بالسحر ما له في الآخرة من خلاق ليس له في الآخرة نصيب وهو محاسب وسيعاقب ولبئس ما شروا به أنفسهم لبئس ما ضحوا بأنفسهم وباعوا أنفسهم بثمن رخيص على ماذا ستحصل في الدنيا ويوم القيامة يكون لك عذاب أليم لو كانوا يعلمون أنهم باعوا أنفسهم ودينهم والشرك كفر ومن كبائر الذنوب النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ومن لم يصدقه فقط ذهب إليه وزارة لا تقبل له صلاة أربعين قيل أربعين يوما وقيل أربعين سنة ولو أنهم آمنوا وعرفوا أن الله هو الذي يقدر هذا وهو الذي ينزل الخير والشر فتنة وأن بلاءك هذا أنت مجورة عليه وأن تصبر وتحتسبي لو آمنت بالله واتقوا لما ثوبة من عند الله خير أجر في الدنيا والآخرة لو كانوا يعلمون أن الله عز وجل هو الذي هو الضار هو النافع ثم ينبهنا ويقول يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا لا تقولوا كقول اليهود كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم والمنافقين يقولون يا محمد راعنا وهذه الكلمة يقولونها كثيرا من الرعونة فالله عز وجل نهان وقال قولوا انظرنا واسمعوا بإذن الله يا رسول الله انظرنا وسنطبق ونسأل الله أن يعيننا لا تقولوا راعنا وتتخذ هذه الكلمة كما اتخذها اليهود والمنافقون وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم لا يريدون أن تنزل عليكم آيات ورحمات ولا مغفرة ولا توبة ولا أن يفتح الله عليكم ولا أن تنتصروا ولا أن تجاهدوا لا يريدون أي خير ولا أي فضل لا في الدنيا ولا في الآخرة والله يختص برحمته من يشاء والله ذي الفضل العظيم بعض الناس يو فلانا عندها فلانا زوجها يحبها عذرا فلانا سعيدة بحياتها يو كم أتمنى لو هزع لنا يو فلانا اطلقت الحمد لله فلانا مريضة تستاهل في ناس هكذا عينهم ضيقة عليك يتمنون أن لا ينزل عليك من الله أي خير والله يختص برحمة ما يشاء لا تبالي بها ولا تلتفتي لها بل عليك بنفسك ودينك وقرآنك وعلمك والله يختصك برحماته والله ذو الفضل العظيم ثم يقول سبحانه ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها كانت تنزل آيات ثم الله ينسخها ثم يبدلها كآيات كثيرة مثل مثلا التي تأتي الفاحشة استشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت نزلت هذه الآية في البداية كان التي تزني ويثبت عليها بأربعة شهدات تحبس في البيت حتى الموت ثم نزلت الآية أن الثيب المتزوجة ترجم سواء رجل أو امرأة وأن البكرة العزباء تغريب سنة وجلده مئة جلدة هذا الحكم أتى ناسخا أيضا مثل آيات الخمور يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس ثم نسخت ولا يجوز العمل بها لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارة ثم نسخت آيات القرب الصلاة ونزلت قل إن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجسوا من عمل الشيطان فاجتنبوه فنزلت تحريب آيات كثيرة نزلت تمهيدا ثم الله نسخها بعض الناس آه غيروا كانوا يصلوا إلى بيت المقدس ثم رجعوا يصلوا إلى الكعبة الله ينسخ ما يشاء ويبدل ما يشاء ينسي نبيه ما يشاء من الآيات ويثبت عنده ما يشاء هذا حكمه وملكه سبحانه ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير قادر على أن ينزل آيات وينسخها ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض من أنتم حتى تعترضون على رب البريات خالق الخلق سبحانه وما لكم من دونه وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير يا من تعترضون يا من تحاجون يا من تجادلون يا من تقولون آه هذه كذا وهذه كذا من لكم من سينصركم من دون الله والله عز وجل ليس لكم من دونه ولي يتولاكم ولا نصير ينصركم أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل بني إسرائيل لما خرجوا من من انشقاق البحر ورأو هلاك فرعون وقالوا يا موسى جعل لنا آلهة كما لهم آلهة فيعني اتخذوا العجلة وكفروا مرة من المرات الصحابة رأوا شجرة يعلقون عليها سيوفهم وأغراضهم ومجموعة من الأعراب يعبدونها فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر والذي نفسي بيده لهي السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى لموسى يا موسى اجعل لنا آلهة كما لهم آلهة تريدون ذات أنواط الشجرة تعطيكم البركة والنصرة ومعكم الله إياكم أن تكونوا مثل بني إسرائيل ودى كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا هذه الآية لنا المسلسلات والخلاعة والتابعين المسلسلات واحدة تخون زوجها وتروح مع حبيبها والأخوات تعاطفين معها مسكين يا الله ما تنفضحش يا الله ما يمسكوهاش وتبكي معها لما تبكي وتحرب البطلة مع البطل وهي ما لا يفكروش إن هذا زناء إن هذه خيانة إن هذا ذنب عظيم ولما خلاص تنتصر الحمد لله انتصر الحب ماذا ماذا انتصر السينما لما تذهبي للسينما وتنظر وتنظر إلى الأفلام لا يعني حتى المسلسلات العربية والمسلسلات التي يفعلونها بعيدة كل البعد عن عاداتنا وتقاليدنا ومجتمعنا وديننا هل رأيتي مسلسلا يصلون الخمسة الصلوات أو يلبسون الحجاب أو أنهم حتى في رمضان انظر إلى المسلسل وانظر إلى حياة المسلم سترين أنه كله تغريب أنهم يريدون أن يردوكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا أيها المسلمين احنا بنخليكم مش مثلنا أخس مننا حسدا من عندي أنفسهم تم عندكم هذا الدين الصلاة والصلام والصلاة والصيام والالتزام لا 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 سنجعلكم أسوأ منا حسدا من عندي أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق هم يعرفون أن هذا لا يجوز وأن هذا نشر للفاحشة ومع ذلك مستمرين ونحن بعدهم فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره اعفوا واصفحوا وابتعدوا عن هذه المنكرات والله سيفضحهم والله سيهلكهم إن الله على كل شيء قدير طبعا هذه ودكثي من أهل الكتاب لو يردونكم بعد إيمانكم كفارا حسدا أنا ضربت على واقعنا وإلا هي نزلت في يهودي المدينة الذي كانوا يتمنوا لو أن الصحابة يضلون لو أنهم يكفرون لو أنهم يرجعون وهم عارفين أنهم على الحق لكن احنا في هذا الزمن تطورت ما صرناش مثل الصحابة ماسكين مثبتين بديننا فصاروا هم يعني لا يتمنون فقط بل قد حققوا حققوا كثيرا من مآربهم وأقيم الصلاة كأن الذي يمنعك من الغي والانجرار خلفهم هي عقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وأي شيء تقدميه لنفسك وما تقدم لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير لا تستهيني بدروس العلم ولا بحلقات الذكر ولا بقراءة القرآن ولا بقيام الليل ولا بالاستغفار هذا كله تقديم لنفسك ستجدينه عند الله والله يعلم والله عليم والله بصير بكل ما تفعلينه وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا الذي هو يهودي أو نصراني هو سيدخل الجنة يقول الله تلك أمانيهم هذه الأماني فقط قل هاتوا برحانكم عندكم ميثاق من الله عندكم عهد إن كنتم صادقين بلى من سيدخل الجنة من أسلم وجهه لله أنا رضيت سلمت وجهي وديني وحياتي وعمري قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن وهو محسن محسن يعبد الله كأنه يراه فإن لم يكن يراه فالله يراه محسن في تعاملها مع زوجها محسن في تربية أبنائها محسن في حجابها في التزامها في بعدها عن المنكرات فله أجرهم عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحسنون سأل الله أن يجعلنا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن فأعطاه الله أجره وجعله ممن لا يخاف ولا يحزن أسأله بفضله وكرمه وجوده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته